السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين أهلا بمحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج سينما الشرق أهلا بكل محبي ومتابعي فن السينما في مصر وفي العالم العربي وفي كل مكان النهاردة إحنا منتابع الأحداث ومنتابع الدنيا وشايفين قد إيه كلنا حضراتكم أكيد ملاحظين إن بدأت مش بدأت إحنا بنعيش في زروة تدافع كده أو صراع ما بيننا كأمة عربية وإسلامية ومجتمع مصري ومجتمع بشكل عام يعني في مواجهة انجراف عالمي وشبه رسمي أو جزء منه رسمي ناحية تفكيك الأسرة بشكل عام قيمة الأسرة انسحاب أخلاقي كده وتراجع أخلاقي على مستوى العالم واضح جدا توجهاته لم يعد كشفا يعني إن أنا أتكلم في حاجة زي كده ولا أصبح تحت عنوان نظرية المؤامرة ولا هو أصبح كلام ينفع أو يصلح اتهامه بإن هو مبالغات ولا كلام منه هو أصبح واقع حقيقي الناس كلها بتشهده وبتعيشه واللي كان يقول الكلام ده من خمس سبع سنين كان يتهم بنظرية المؤامرة واللي كان بيقول الكلام ده من عشر خماشر سنة كان بيتهم بأنه هو يعني مبالغ أو كده لكن النهاردة أصبح أي حد في مصر أي حد في العالم عارف كويس جدا أنه هناك أجندة عالمية كبرى أجندة مهمة أجندة بتتولاها جهات ومؤسسات ودول وكائنات ومنظمات كلها بتسعى جاهدة بكل الوسائل والطرق وكل الأدوات والمال والنفوذ والتدخلات في السياسة وفي الانتخابات وفي السقافة وفي الإعلام والسينما وفي رأس المال وامتلاك المنصات وامتلاك وسائل التأثير والقنوات هدفها بشكل محدد تغيير قيم المجتمعات وتفكيق قيم الأسرة وتفكيق قيمة الأسرة وإعادة صياغة وإعادة تعريف الأخلاق وإعادة تعريف المنابع القيم أو يعني تغيير منابع القيم بدل ما منبع القيم قبل كده لحد قريبا أو لحد النهاردة هو الدين مثلا الدين بكل أشكال والدين بكل أديان يعني النهاردة فيه اتجاه عالمي لأن يكون منبع القيم هو الإنسان نفسه وده عنوان خادع لفكرة أعمق شوية إحنا كنا كلمنا من حلقتين كده عن فكرة إن هدف النظام العالمي أو هدف هذا التوجه وهذه الأجندة إن الإنسان يكون متمحورا حول ذاته وتكلمنا عن الفردانية لو حدكوا فاكرين في حلقة سابقة وتكلمنا عن الفردانية وتكلمنا عن فكرة إذكاء فكرة الفردانية وإن الإنسان يكون متمحور حولين ذاته وبيفكر في ذاته ومشغول بذاته وإلهه ذاته وحكته وهدفه وغايته في الحياة إن هو يشبع لغباته وأهواء وشهواته وبالتالي يبدأ يعني عزل على نفسه أكتر ويبدأ يبقى في صراعة مع المجتمع وصراعة مع الناس وصراعة مع كل آخر وصراعة مع كل المنظومات الموجودة في الحياة زي منظومة الأسرة منظومة العائلة منظومة الدين منظومة القيم والأخلاق متمرد على كل ده لإن كل الحاجات دي بتصادم وبتتصادم مع رغبته في إن هو يشبع ذاته كلمنا في المعنى ده قبل كده لو حضركوا فاكرين النهاردة حابب أضيف فكرة للفكرة دي فكرة إن إحنا فيه طب مين؟ طب ليه إيه مصلحة الدولة؟ إيه مصلحة النظام العالمي؟ إيه مصلحة أصحاب هذه الأجندات؟ في إن هم يفرضوا علينا هذه الأجندة إيه مصلحتهم؟ في إن هم يفرضوا علينا ليستخدموا كل الوسائل ومنصات السنة ما شفتوا نتفليكس وديزني والأفلام وأصبح وجبة حصة في كل فيلم النهاردة عالمي فكرة الشذوذة التي تكون موجودة في كل فيلم عالمي فكرة الحنفات الأخلاقية والتمرد على الدين وتمرد على الأسرة والتمرد على العائلة كل الأفكار دي أصبحت حصة دائمة في كل الأفلام السينمائية وكل خطبات ومقالات الكتاب وأنشطة وتوجهات وفعاليات اللي بعملها الفنانين والرياضين والمشاهير في العالم أصبح كل فنان ومشهور في العالم يجب أن يتواءم ويعلن انتماءه وولاءه لهذه الأجندات حتى لا يتهم وحتى لا يستبعد وحتى لا يكون في موضع قصة أو اتهان فبالتالي أصبحت أجندة قوية جدا فجأة في 4-5-7 سنين الأجندة دي تنمرت واستشرت وبقت أكثر شراسة في التعامل مع مخالفيها والتعامل مع الناس والدرجة أننا النهاردة عندنا المثاق اللي بتكلم عن حقوق الشواز حقوق المنحرفين أصبح بيوقع اللي عمناها الأمم المتحدة الأمم المتحدة أولا عمية ميثاق لتربح هؤلاء المنحرفين فبالتالي أصبح غالبيت دول العالم أكثر من 96 دولة في العالم موقعة لهذا الميثاق وأقل من 50 دولة في العالم هم اللي رفضين هذا الميثاق وده انقلاب شديد جدا فده معناه معناه إن إحنا هذه الأجندة أصبحت أكثر قوة وشراسة من أي عهد سابق من أي زمن مضى وبالتالي لم يعود صالحا ولم يعود متسساغا ولا متقبلا إن حد يقول لصدي نظرية مؤامرة أو إن حد كده طيب خلينا نتكلم في الواقع إيه مصلحة الدولة إيه مصلحة الدول إيه مصلحة الحكومات إيه مصلحة الأنظمة العالمية إيه مصلحتهم في إن الأجندة دي تنتشر وترسخ وإن الشباب والناس والإنسان البشري إن هو يتحلل وينتزع نفسه من كل إطار محافظ كل إطار له قيمة أو له علاقة بالقيم أو له منظومة قيمية ينتزع نفسه من العائلة والأسرة والمجتمع وينتزع نفسه من الأخلاق ومن الدين ومن المسجد ومن الكنيسة ومن أي حاجة ويصبح إنسانا فردا يسير في العالم بهواه يتبع زي ما قلت كده إله هواء يعني زي ما ربنا بقول إيه مصلحة الأنظمة العملية ده مصلحة الأنظمة العملية ده لأنه الإنسان اللي من هذا النوع هو إنسان سهل للانقياد وقابل أنه يسيطر عليه قابل أنه يوجه ليه لأنه بيكون ساعتها ربه أسرته الدولة بيكون أبوه وأمه الدولة وبيكون صاحب المصدر الوحيد للقيم والمصدر الوحيد للأخلاق والمصدر الوحيد للسلطة والمصدر الوحيد لما يجب وما لا يجب والصحة والخطأ بتكون الدولة والدولة هنا بنتكلم تحديدا عن الدولة الجديدة الدولة الرأسمالية الدولة المستهلاكية التي تريد أن تصنع ريبوتات آلات تستهلك منتجاتها وتشتري منتجاتها وتستعبدهم تشتغلهم علشان يزولوا سروات الأثرياء ويستهلكوا الناس ويستهلكوا البشر فإذا هي كلها في إطار واحد هو إطار نزع الإنسان الفرد البني آدم من كل إطار ممكن يحافظ على يكون له منظومة قيمية تحافظ عليه وإقناعه بأنه هو إلهه وإقناعه بأنه هو إنسان متفرد يجب أن يسعى يجب أن يتمتع بالخصية والاستقلال ويجب أن يتمتع بالحقوق والحريات وكل هذه العنوين حتى يستقلب نفسه وينتزع ويتمرد على كل أطر ويكون إنسان فرد هذا الإنسان الفرد سهل قيادته سهل انتزاعه سهل توجيهه سهل تسخيره سهل استعباده سهل شراءه سهل ربطه بمنظومة من القروض والفوائد والكده اللي تخليه دايما عبد عند الرأس المالية دايما عبد عند النظام العالمي وكذا كل ده 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 المشكلة ده المرض طب إيه الحل العلاج مع ده المرض العلاج هو التمسك بكل الأطر والقيم اللي بيحاول ينتزعنا منها أصحاب هؤلاء الأجندة هذه الأجندة أصحاب هذه الأجندة كل النظام العالمي بيحاول ينتزعنا منه يجب أن يتمسك به وأول لبنة وأول نواه وأول إطار يجب أن إحنا نتمسك به يجب أن إحنا نحارب علشانه يجب أن إحنا نعظم من قمته ونتشبس به هو إطار العائلة الأسرة العائلة العائلة هي الإطار الأصغر أصغر سكيل أصغر دائرة يمكننا أن إحنا نتمسك بيهم نتمسك بيها بدون الدخول في سريع دموي مع هذه الأنظمة يعني أنظمة كلها الأنظمة الكبيرة والأنظمة الصغيرة والأنظمة الحاكمة في بلدنا تقدر تهدي التنظمات السياسية الدينية تقدر تحجم دور المسجد والكنيسة تقدر تحجم دور الإعلام والسينما والفنون وتقدر تسيطر عليها لكنها لا تستطيع أنها تحجم أو تسيطر على دور الأسرة يظل دور الأسرة هو الحسن الحصين لنا كمجتمع طيب نحن النهاردة بنكلم في حاجة لها علاقة بالإطاردة الأسرة العائلة قيمة العائلة قيم العائلة إزاي نحافظ على قيم العائلة وإزاي قيم العائلة بتحافظ علينا النهاردة هنتفرج على فيلم جميل وجديد اسمه من 30 سنة أكيد حضرتكم يمكن سمعتوا عن الفيلم ده أو بعضكم شافوا فيلم من 30 سنة النهاردة هو فيلم جديد هنبقى بعيد شوية عن السياسة بعيد شوية عن الإسقاطات السياسية والرمزيات والسينما الرمزية والإسقاطات السياسية والاجتماعية نتفرج على فيلم من المتعة والاستمتاع فيلم جميل فيلم سينما حقيقي فيلم سينما متعوب فيه معمول فيه يعني قصة وفكرة مش كتير او بتتكرر في السنة المصرية ان العمل فيلم متعوب في كده فيلم المتعة والاستمتاع 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 يعني مش بالضرورة عشان بس الناس اللي بتقعد تتصور نحن كل الافلام بنحاول نسوقها او نلوي زراعها عشان تبقى لها اسقاط سياسي او حاجة لا كتير من الافلام اللي مهمة وبتكتسب قامتها واهميتها من كونها فن جيد مش من كونها لها رمزية او اسقاط احنا متفرج على الحاجة الممتعة التي تبني مش تهدي النهاردة فيلم من 30 سنة فيلم حلو اتمنى تكون صحرة جميلة لو سعيدة على حرقكم اتمنى تتابعوني على جروب سينما الشرق على الفيسبوك الجروب اسمه برنامج سينما الشرق تتشتركوا على جروب تتابعونا خلال الاسبوع وترشحوا لنا افلامي الحلقات الجاي وبرضو تقولنا رأيكم فيلم النهاردة ان شاء الله بعد الحلقة وكذلك تتابعوني على قناتي على اليوتيوب القناة اسمها عز الدين ديودار بالعربي تقدروا تعملوا واحس كلمة عز الدين ديودار بالعربي على اليوتيوب وتوصلوا للقناة تشتركوا فيها اكون سعيد منكم تابعوني خلال الاسبوع في المقاطع اللي بنقدمها خلنوا نشوف ريالعمل وانا جاء نتكلم عن الفيلم فيلم النهاردة من 30 سنة هو من انتاج سنة 2016 فيلم حديث للمخرج عمره عرفة وعمره عرفة هو شقيق الفنان شريف عرفة طبعا المخرج كبير شريف عرفة هو الاخ الاكبر لعمره عرفة النهاردة فيلم من اخراج عمره عرفة وهم الاتنين شريف عرفة وعمره عرفة ابناء المخرج سعد عرفة طبعا الفيلم من تأليف الكاتب ايمن بهجة امر ومدير التصوير واقل درويش للابطال احمد الساقة طبعا فريق عمل النهاردة فيلم النهاردة فريق عمل كبير عادة شخصات كبير وعادة ابطال كبير ونجون كتير احمد الساقة ومونزكي ميرفا تأمين شريف مونير ميرفا تأمين شريف مونير ونور المسئلة اللبنانية المعروفة ورجاء الجداوي صلاح عبد الله احمد فؤاد سليم نبيل عيسى محمد مهران محمود البزاوي وسليمان عيد والفنان محمود الجندي ده فريق عمل فيلم النهاردة اتمنى تكون ان شاء الله صهرة سعيدة على حلاككم وتستمتعوا معنا بالفيلم فيلم جميل وعائلي وممتع وفيلم تشويك وإثارة وغمود وحاجة فيها يعني ايه السينما اللي بنحبها المقطع الاول من الفيلم المقاطع بتاعتنا هرده هتكون طويلة شوية يعني المقطع هنسيب لحركه وقت كافي نقطة تفرجوا على المقطع هتستمتعوا بمقطع بمدة طويلة في المقاطع وتعليقاتنا هتكون قليلة لكن ان شاء الله تعليقنا في النهاية هيالخص الفكرة قاعة الفيلم علشان نقدر نفهم ليه احنا جمنا الفيلم ده بزيات النهاردة